تخصص الأمن السيبراني نحو تعزيز قدراتهم في مختلف المجالات ولا سيما الأمن السيبراني والذي بات خيارا رئيسيا للشباب لإمانهم المطلق بأنهم يمتلكون الخبرات اللازمة للولوج في هذا القطاع فضلا عن ما تقدمه مملكة البحرين من إمكانيات للدفع بالشباب للعمل في هذا القطاع اليوم الأمن السيبراني أصبح حديث الساعة ومجال حاز على اهتمام كل القطاعات دون استثناء وجهود مملكة البحرين ومبادراتها جدا مميزة وسباقة في نشر الوعي بين الأفراد والمؤسسات وإتاحة الفرص للشباب البحريني للتخصص والمنافسة محليا وعالميا بالإضافة للأطلاع على أحداث المستجدات وهذا يجعل مجال مميز استقطاب الشباب البحريني كون ركيزة أساسية في بناء بيئة رقمية أمنة الشباب البحريني اليوم يؤمن بضرورة البحث عن التخصصات الجديدة التي يتطلبها سوق العمل لتكون بوابة العبور إلى العالم ليرفع من خلالها اسم البحريني عاليا بما يملكه من خبرات متقدمة في مجال الأمن المعلوماتي على المستوى المحلي والعالمي طبعا نلاحظ أن الشباب صار عندهم اهتمام أكثر في مجال الأمن السبراني وهي بسبب أن المجال متنوع يعني الشخص يقدر يدخل المجال يعني بدون أي خبرات سابقة كثير شركات وجهات حكومية تمدت على الحوسبة الافتراضية لسنين الأخيرة وبالمقابل في فاجوة كبيرة بعدد المؤهلين بهالمجال فالشباب صار عندهم ادراك للنقص الكبير في البحرين وفي العالم بشكل عام وطبعا تعرفوا على احتياج السوق العمل البحريني وشنو الشركات والجهات الحكومية تحتاج عشان يملون هالفاجوة في السوق العمل وصار عندنا مؤسسات محلية انشأة مركز العمليات الأمنية اللي هو الساك اللي يطلب عدد كبير من المختصين في المجال عشان يرغبون ويتصدون حق الهجمات الإلكترونية الأمن السبراني هو لغات الحاضر والمستقبل لنظم أمن المعلومات وإحنا كطاقة شبابية بحرانية نطمح لتعزيز الأمن الإلكتروني والازدهر اقتصادين واجتماعين في المملكة وطبعا صار عندنا الوعي بتأثير تلك الهجمات الإلكترونية والعمليات القرصنة على الشركات والمؤسسات والخسائر الهائلة اللي أدت إليها عالميا أتحت الفرص الشباب أنهم يتعلمون أكثر وعطتهم الشغف والحب التعلم بالأمن السبراني وطبعا صارت عندنا مؤسسات وتدريبية تقدم الشهادات الاحترافية وبعض الجماعات عندنا هنا طرحت برنامج الأمن السبراني في البكالوريوس والماجستير فهي فرصة جميلة حاجة طلبها حاجة ملحة لتوفير أعلى درجات الحماية للأمن المعلوماتي في البحرين لحماية مؤسساتها ومواطنها وبنيتها الأساسية من الهجمات الإلكترونية لذلك فقد أصبحت النظرة المستقبلية لشباب البحرين لقطاع التكنولوجيا تدفع بهم إلى العمل في هذا المجال لرسم مستقبلا أكثر إشراقا في تخصص الأمن السبراني والذي يعد من التخصصات المطلوبة في مختلف القطاعات في ظل عملية التحول الرقمي الشامل التي تشهدها مملكة البحرين يلعب الشباب البحريني دورا محوريا في مجال الأمن السبراني لإيمانهم المطلق بأن هذا التخصص من أهم التخصصات على المستوى المحلي والعالمي بما يوفره من مسارات وظيفية متنوعة وفرص كبيرة للنمو والتطور المهني ليحقق بذلك ما تصب إليه الكوادر البحرينية الشابة في تعزيز مهاراتها في قطاع الأمن المعلوماتي خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة